والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز اتعلمت مبدأ كده حسام في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى وحتى في علاقتي مع الناس خدته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان المشايخ دايما يوصونا بالحديث احبوا الاعمال الى الله ادوامها وانقل وكنت قرأت كده احد الفلاسفة في العصر الحديث وكندي كان يقول ان الحب ليس فعل الاشياء الخارقة انما هو ممارسة الاشياء البسيطة بحنان فتعلمت منها ان التفاصيل الصغيرة اليومية هي اللي بتبني علاقات قوية تدوم ويقف العلم هنا ويجي بقى المتخصص العالم حضرتك وتقول لنا ايه دور التفاصيل الصغيرة في العلاقات في البيت ما بين الراجل وامراته اكبر علاقة واوثق ميثاق ربنا امرنا به واكتر ازمة في المجتمع كثرة الانفصال والخنائات والمشاكل كيف تبني التفاصيل الصغيرة علاقة قوية تستمر حلوة عندنا اكتر من حاجة نقلا للعلم يعني مش انا العلم بس العلم النفس عموما بيتكلم على انه والنيورو ساينس عروم الاعصاب العروم المخ بتتكلم على انه عقلك بيعد الصغير احنا اعتدنا بس ده تربية ونشقة فكرة انه الانجازات انجازات الضخمة الانجازات الكبيرة انما الحقيقة ان عقلك بيعد كل حاجة لانها انجاز كل حاجة فعلا بتتحقق فيما كانها فيما عادها وبتحقق لك احتياج ده انجاز وبتعده فعقلك محتاج يتضرب دايما على انه هو يرجع تاني لاصله انه يعد الصغير ده عشان في الاخر يجمع معه وانه فكرة انك انت تاخد خطوات صغيرة بسيطة بس دائمة استمرها هو ده اللي بيجيب اثر كبير جدا 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 ومضمون الاثر وكمان بيعتاد العقل على ذلك وبالتالي بتبقى عادة جمان لانه فيه انجازات كبيرة جدا بتحصل بجهد وبعد كده تم تقع زي الدايت اللي بتعمله وغير زيها كبيرة جبتها وانك تشتغل بس دبطه جبتها كده كبيرة وانك تعمل حاجة كبيرة وبعد كده تهبط قوي سفرية وبعد كده انت خلاص اللي هو مش قادر انما الحاجات الصغيرة بتدوم معاك وتكون عادة فتبقى انت معتدها جون جوتمن القطب بتاع في العالم يعني بيتكلم على انه فيه اربع حاجات بتقوّل علاقة الزوجية يعني بس فيه منهم حاجة مهمة قوي على رأسهم يعني فكرة التقوص اليومية الريتولز التقوص اليومية حاجات الناس بتعملها احيانا وبيشوفوا في الريسرش او في الابحاث انه الناس اللي عمرت في الجواز الصحي يعني جوازة جيدة لما لا تطويلة دايما بينهم وبن بعض هذه التقوص فيه طاقة تقوص ممارسات يومية بتحصل هم نفسهم ما يعرفوش انه يدين بتخدم الجواز بتاعهم احنا عادي بنفتر مع بعض فيه ايه يعني فيه عادي تمام انما فيه دايما تقوص دي بتأوي جدا المخ ابتدى ياخدها ومش بس بياخدها الجمال او الرحمة الربانية في ايه ان مخك يربط لحاجة كويسة بالبني ادم اه الكويس مانوش علاقة بالبني ادم يعني القعدة الكويسة اللي بني وبينك ربنا حط فيها شيء كويس اه والكلام كان كويس بس عقلي ما يقولش كده بس لا يقول مصطفى اه فيفضل بعد كده انا اقول انا والله يعيز عمى مصطفى الناس دي بيحصل بينهم تقوص يومية الصبح الظهر العصر بيسقوا الزرع وليل اه ويتعودوا عليها فيبقى الصبح بالنسبالي مقترن بزوجتي الله بظهر عليها مفيش حب مفيش هيام بقى واللي هو بس بظهر عليها يوانس والظهر النفس الكلام والعصر النفس الكلام ودلوقتي حتى الظروف اللي فيها والتقدم اللي احنا فيه بيدينا حلول كتيرة جد الصبح فيه فيه فطار صحيح وفيه احيانا مشاركة في بعض الكلمات عن اليوم اه والدي ووالدتي مثلا ليهم تقص بيعملوه من سنين طويل من يوم ما انا اتولدت على قلي يعني اللي احرفوا يعني بيقروا جلوان سوا الصبح مش لازم يقولوه هما الاثنين بس هما الاثنين بيقروا جلوان وبالتالي فيه حوار مفتوح لهم على الخبر ده الخبر ده الخبر احيانا بتبقى يعنيه ملهاش قيمة ملهاش قيمة حدفحاتهم خالص مثلا خبر اقتصادي على خبر عن الضرايب على خبر عن السياسة على خبر احيانا على الكورة لو فيه موتشوات ايو 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 بس فيه حوار الصبح هذا الحوار يفتقدوه الاثنين بيبقوا مفتقدين وعايزين الحوار ده الضخر فيه الزواج بيعملوا يبعطوا البعض تاكست يطمنوا عليها ويطمنها عليه فوسط اليوم ساعة 12 واحدة اثنين مع انه حاجة بسيطة جدا مع استمرارها خلي انه انا فيه حاجة فقدها في اليوم شعور امان ارتبط ببني ادم راجع من الشغل يطقص صغير كبير مسلسل بتتفرج عليه او كلمتين بيتقالوا او طرابزة بتجمعنا على اكلة حتى لو مكالتش انما الطرابزة بتجمعنا على الاكلة حتى لو انت اكلتك بسيطة وهي اكلتها كبيرة او هي مكالة شبعانة بس قعدة معك فالطقص واحدة من الحاجات دي ومهمة جدا الحاجة التانية بيتكلم على الاهداف المشتركة تفاصيل صغيرة احنا الاثنين عندنا اهداف نشترك فيها مش لازم كل اهدافنا مشتركين فيها بس بعض الاهداف مشتركين فيها وسبحان الله الولاد هدف مشترك طبعا نظافة البيت وجماله هدف مشترك الاجتماعيات تتزاور الناس هدف مشترك الانبساط دايما هدف مشترك مع كل الناس ايوه مش حد مش عايز انبسط ايوه ففي بعض الاهداف المشتركة اللي بينها تلاتة بيتكلم على تحديد المسئوليات انه كل واحد فيه المسئوليات وبيعملها ده يقوي قوي الجوازليه لأنه بعض الحاجات لو افتقدتك افتقد الحاجات اللي انت بتعملها كمان وبرضو عقلي يربط يقول انه في غياب زوجتي في حاجة مش مزبوطة لأنها كانت بتقوم بمسؤولياتها مهما كانت المسؤوليات دي بسيطة حتى لو كانت فعلا تطبيق هدوم أو غسيل أو انك انت بتشد معايا الترابيزة دي أو بتعلي تقيل علي فانت اللي بتعملها مثلا بافتقدها من يلي يعمل ما انا عارف اعمل ده بس على طول عقلي يقول احنا محتاجين فلان وطبعا في حتة فكرة مسؤولياتي عن داخل اهدافك انت رجل بتشتغل وبتعمل شغلة انا يا طرح هنا مسؤوليتي ايه ان انا انقل جو افضلك حاجة اعملك حاجة او حتى ان انا اسألك الاخبار اه في حد فاكرني الزبط في حد فاكرني اخر حاجة بيتكلم فيها جاتمن وهي بره تفاصيل صغيرة جدا الناس متاخدش بالها منها ولانها مهمة الرموز سيمبلز ان انا مع طول العلاقة وده حتى على الاصدقاء انت هنا والناس اللي بتشتغل معاك الناس العظيمة دي بينك وبنبعض بعض التفاصيل كده الرموز اللي انا ايه مش فاهم حاجة بتقولوا ايه بس انتوا عارفين تقوم انتا ايه الكلمة كده اللي هو فلان الفلاني فهو احد بيتحك بيتحك على ايه بتفاصل على ايه فيه بينك وبنبعض قصة بين المتزوجين فيه الرموز دي كتير رموز عن تلبية الاحتياجات رموز عن الولاد رموز عن الاهل وعن اصدقاء الزكريات افهات الافلام رموز رموز لانه يمكنهم مش فاكر الفيلم ده بس هما بينهم ومعض حاجة او حاجة قالت في يوم الايام وضحكوا عليها كتير يتذكروها دايما فييجي يقول مثلا كلمة معينة كلمة واحدة بس تلاقي مراته بتتحك اللي قاعدين مش فاهمين حاجة ومن الرموز المهمة جدا ان انا عارف اقدر اخب بالي من شريكي او شريكة الحياة مدىقة من ايه او مختلطة من ايه فاحكيلك على رجل وست من اللي قابلتهم كانوا وهم قاعدين في وسط الناس هي بتاخب بالها من الحوار اللي ممكن يضايقه مع انه هو مفيش حاجة داق في الحوار بس استدع عنده هم معين بتاخب بالها من تعبيراته الشو او من كلماته دي رموز ام يتعامل نفسها عايز تقوم وقالت طيب انا حمشي بقى عشان انا تعبان او لازم انام هو اللي عايز يمشي انقذته هو اللي عايز يمشي بس هي فهمت بايه بالرمز بالرمز هذا التفاهم بالرموز دا مش متاح لكل الناس وبياخد وقت بيعمق قوي من علاقتنا ببعض تفاصيل صغيرة بس تفرق كتير جدا انا عايز ارجع مع حضرتك يا حسام قلت التقوص اليومية يعني اشياء متفقين عليها ولو بسيطة بتعمل الاهداف المشتركة معلش يلحقني بقى ايه كمان المسئوليات المسئوليات كل واحد يعمل اللي عليه علشان يبقى التاني متطمن ان الحاجة اللي انا رميه على نصي التاني معمولة ظهري مش مكشوف يعني صحيح والحاجة الاخيرة الرمز 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 عايز بس اقول حضرتك يا حسام ان ساعات كتير من الناس بتبقى راضية بانه يعيش على لمبة سهاري وفاكر ان ان هي دي الساعات لمبة سهاري دي لمبة صغيرة كتبت تحط علشان اللي ما بيحبش الضلمة يعني وفي ناس محافظة على الشمس اللي في حياته عمال بيغذي الشمس اللي في حياته فدايمن عايش في النور اللي عايش على اللمبة السهاري ده قاعدين مع بعض على القهوة بنشكي من الجواز وبنتريق على الجواز وانا السبب انا لما بعملش التفاصيل الصغيرة دي اللي هي جزء اصلا من امر ربنا وعاش روهن بالمعروف نفس الكلام طبعا للستات برضو قاعدين مع بعض بشربوا قهوة ولا مش عافية طريقوا على الرجالة وبقوا مهمدين وهم كمان مش بيعملوا يعني كإن احنا كرجالة وستات صحيح بنتريق على التفاصيل الصغيرة دي وهي اللي بتطفي شمس الجمال والسعادة اللي قبل الجواز الناس كانت بتدور عليه طبعا احنا تجوزنا حلال عندك مساحة كبيرة جدا جدا للإكرام والإحسان والتغافل والتسامح كل الأخلاق الربانية اللي الواحد لو عملها بجد هيروح عند ربنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بلون إلا من قاتل الله بقلب سليم طبعا قلبي السليم ده تكون إزاي عن طريق إكرام روح ربنا عايشها معي يا رجل بقى ولا ست حسب أنت زوجة ولا زوج وأنا عادت أمارس التفاصيل الصغيرة دي اللي عملت زكي قلبي وتنقي قلبي وفي الآخر هي كترحلة حب جميلة لعل ربنا سبحانه وتعالى يقبلها بس إحنا لما نبخلش على نفسنا بالمستوى ده بالتفاصيل الصغيرة عشان كده الفكرة مش فكرة بس ربانية وفي الآخرى ده ده عشان كده نحاول نقول العلم جاب إيه في الكلام ده يعني ده من أساسيات الحياة الطيبة أنك تعيش مكسوط فده حينفعك هنا وحضر كما تقول وحينفعني قدام فده حاجة عظم ربنا يتقبل من حضرتك حسام ويصلح حول بيوتنا رب شكرا يا ربنا شكرا